اشتركوا في القناة سكر باودر سكر باودر سكر باودر سكر باودر سكر باودر سكر باودر نشا نشا بانيلا وقهوه سريعة الذببان سوف اكتبت هذه المكونات في صندوق الوصف بالتفصيل سكر باودر احنا نحن ببقى تحبون هذا النوع من الشوكولاتة بس انت اي نوع شوكولاتة متوفر عندك تقدرين تقطعيها او تبرشيها حتى تشاكلت شبس تقدرين تستخدمي اي شي متوفر عندك ارهم بهاي الوصفة هس رح ندي نخلط نوعات كلها مع بعضها طريقة كل السهلة ومكوناتها متوفرة بكل بيت راح نضيف الشوكولاتة طبعا يمكنني تضعف هذه المكونات كلها وستعمل كميات أكبر أنا دائما أسوي كميات وأخليها بقنانة زجاجية محكمة الإغلاق أحسن مكانها للحفظ هو الثلاجة تبقى عندي شور ما يسر عليها أي شي هاي بعد ما خلطنا كل المواد ها سننجي نشوف طريقة الإعداد هذا هنا أنا عندي كوبة حليب كامل الدسم قليل الدسم خالد الدسم كيفكم حسب المتوفر واللي ترغبون بي الكل كوب حليب نضيف ملعقتين أكل من هذا الخليط اللي سويناه طبعا هذا الحليب بارد أبدي أخلط هاي المواد مع بعض هوية الحليب من يكون الحليب بارد ما تكتر عندنا هاي المواد بس من يكون الحليب حار راح تجد تكتن ومذوب بسهولة فلازم يكون الحليب بارد تخلطين هاي المواد كلها مع بعضها إلى أن توصل إلى هاي المستوى هاي عندي هسه المواد انخلطت راح أدي أعلق الطباخ وانتظر عليه فور فورة فورتين إن شاء الله ونشوف شكله النهائي ومالحلة تقديمة هاينا أنا صار عندي جازة سراحة بدي أصبها طبعا دائما بنصب بين شي حار بستكان أو بقلاس خلي خاشوقة ستيل حتى الخاشوقة ستيل تمتص الحرارة وميطق عندنا لا الاستكان ولا القلاس لأنه يكون بارد ومن الصبين بي شي حار رأسا يطق حيشانت الوالدة اللي يطيها الصحة والعافية دائما تقول لنا من الصبون شاي خلوا خاشوقة الشاي بالاستكان حتى ريطق وهيصار عندنا مشروب الشوكولات الساخنة جاهز بالبيت وجهزنا بكميات معقولة ولا بأس بيها نقدر نحفظها ونستخدمها بأي وقت وهسا تجاو بارد وشتة وتحلى التعليلوية الأهل والأصدقاء وماكو أحلى من هذا المشروب تقدمينهم إياه وإن شاء الله عليكم بألف عافية والتقيكم في فيديو قادم ووصفة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته